يا جماعة يا سكان العالم يا سكان كوكب الأرض ده اللي على الكتاف بتاعة تيشيرتات نادي تقريبا مولودية أو متحاد العاصمة ايها مش عارف المولودية تقريبا الجزائري هم بيعلنوا عن صفقة يوسف البلايلي ان هو راح يلعب هناك اللي هو أغلى هدف في تاريخه بشهدته هو أغلى هدف في تاريخه اللي جابه في بطولة ودية بطولة للمحليين في المنتخب المغربي ولكن طبعا هو عشان عارف ان ده يعني هيلقي تشجيع من كوكب لالا فعشان كده قال انه أغلى هدف في تاريخه هو هدفه في المغرب عشان بتوع كوكب لالا يسقفوله ويطبلوله ويقولوا انه برافو عليك انت اسطورة انت مفيش زيك والكلام ده المهم يعني انه فيه اعلانهم عن تعاقدهم مع يوسف البلايلي وهو منادي جزائري يحطون شكل الزليج المغربي على التشيرتات بتاعة النادي ده الحقيقة انه ده عشان برضو اللي مش عارفين القصة دي اللي هما مش مغربة عشان انا حب قوي انه اللي مش مغربة يعرفوا انه التراث المغربي بيتم نسبه للجزائر ويحاولوا دايما الجزائريين ينسبوه لنفسهم بكل الوسائل الممكنة عندهم يعني انا النهاردة مثلا لما اكون انا مثلا في مصر عايز اخد حاجة من التراث المغربي وطبعا ده عمر ما يحصل يعني من المصريين تجاه المغربة ولكن انا عايز اخد حاجة من التراث المغربي فأروح حاطتها على تشيرت مثلا الاهلي او اخطها على تشيرت الزمالك او بيرمتز او الاسماء كده عشان اسوق وحاول اسوق بقدر الامكان انه ده بتاعنا انه ده بتاعنا احنا يا جماعة مش بتاع المغربة وبيبقوا عايزين الناس اللي بيطلعوا بيقولوا الحقيقة زينا كده بتوع يعني المتحدثين باسم كوكب لالا بيبقوا عايزين وما يتكلموش ليه عشان هما يحطوا التراث المغربي على تشيرتات انديتهم والعالم يشوفها وبعدين محدش يتكلم ولا يرد يا اما يبقى بيعمل فتنة المهم يعني انه يا جماعة اللي على تشيرت ده اسمه الزليج المغربي هو شكل من اشكال اللي هم واخدينه ده الزليج المغربي وهو من التراث المغربي والحقيقة انه المغرب او المملكة المغربية غني جدا بالتراث والثقافات المتعددة والفن يعني عندهم ليهم كده ستايل ليهم كده اسلوب خاص كده وطابع خاص في تراثهم فلما تلاقي انه حد مصمم انه ياخدوا التراث ده وينسبوا لنفسه ويدخل في اراضيهم ويبقى مصمم انه هو يدخل في اراضيهم وانك لما تيجي تتكلم يقولك ما تتكلمش تعرف على طول انه المملكة المغربية في بعض الناس من كوكب لالا بيترباصوا بيها تعالى مثلا نشوف التصريح ده تمام جدا يعني ده معنى انه الجزائر ده معنى انه هوريكل الوقت بقى الرد على ده يعني هوريكل التنقض هنا في الفكر بتاع كوكب لالا ولكن ده معنى انه الجزائر ليس لها اي علاقة باي اراضي خارجية وليس لها اي علاقة باي اراضي يعني مش تحت السيادتها اوكي تمام كلام جميل جدا والكلام ده لو حقيقي احنا نكون مبسوطين جدا انه حقيقي ونشجع على ده لانه المفروض كل دولة ملهاش علاقة باي دول مجاورة ولا ليها علاقة باي اراضي الا لو كانت الاراضي دي تحت السيادتها اوكي طب نشوف ده قضية الصحراء نتخلاش عليها اي تمام لانها قضية مبدأ اياه بالنسبة لجزائر طيب التصريح الاولاني احنا شفنا انه الجزائر لن تتدخل وليس لها علاقة الا باراضيها ليس لها دخل باي اراضي اخرى اوكي جميل جدا التصريح اللي بعد دي احنا لن نتنازل عن قضية الصحراء اللي هي الصحراء المغربية اللي هي تحت السيادة المغربية اللي هي في الاراضي المغربية ما اعلنها ولن نتنازل عن قضية الصحراء يعني هنا بقى اللي انا مش فاهمه طيب الصحراء المغربية ليس لها علاقة بالجزائر نهائية وليس للجزائر دخل فيها نهائيا ولكن كل يوم بنشوف انه في تدخل في محاولات للتدخل وهي لن تنجح طبعا ولكن في محاولات للتدخل بطريقة غير طبيعية وغير مفهومة والإصرار عليها غير مفهوم والحقيقة أنه ده اللي أنا بقوله لكم من أول الحلقة دي أنه أنت بتلاحظ أنه كأن في كيان ما هو مصمم أنه هو يدايق يعني هو مصمم يدايقك يستفزك هو دايما يدور حتى فيتشرتات فرق الكورة المفروض ليس لها أي علاقة بالقصص دي خالص ولكن برضو إحنا بنعلن عن التعاقد مع يوسف البلايلي بتشرت عليه الزليج المغربي فتحس أنه في كلام متناقض أنا أطلع أقول لك لا أنت أخوي إحنا خوا خوا إحنا حبيب مفيش حاجم ماشي يا باشي على راسي على راسي وعيني وإنت رائع أنك بتقول لي أن أنا خوك وإحنا خوا خوا ولكن في نفس الوقت أنت بتشجع تصرفات زي دي وفي نفس الوقت أنت شايف أنه عادي لما الزليج المغربي يتحط على تشرت كورة جزائري اسمه الزليج المغربي بقى؟ يبقى أنت لما تحطه على التشرت بتاع فريق عندك أنت كده لو أنا اعتبرتك بتتباهى بالتراث المغربي يقول لك أوك بس قول أنه مغربي ما تنسبوش لنفسك ما تقولش أنه جزائري وهنا الخطورة في إيه يا جماعة؟ الخطورة في أنه ممكن يكون حد مش فاهمت قصة عادي جداً فيه كثير جداً مصريين ويمنيين وأردنيين وتوانسة وسعوديين مش عارفين ممكن فيه منهم ناس كتير مش عارفين ما هو الزليج المغربي أو مش عارفين الشكل شكل الزليج المغربي فهو لما يطلع إلى إيه موجود على تشرت كورة جزائري ويلاقي أنه بيقال عليه أنه جزائري هنا يحصل عنده خلاص تدريجياً الأجيال الجديدة كمان اللي طلعة شافيته مرة واثنين وتلاتة تدريجياً هتلاقي أنه عدد كبير جداً من الناس الأجيال الجديدة اللي طلعة شايف أنه ده الزليج الجزائري إذن هنا ودي المشكلة بقى أنه إنت لما بتقعد تروج لحاجة بشكل متكرر وبتمنع اللي بيدافع عن الحاجة دي أنه يتكلم تطلع تقوله متتكلمش متتكلمش أنت بتعمل فتنة وإنت مالك وإنت واش دخلك رغم أن أنت بتدخل فعاجات ما لكش فيها هنا أنت بترصخ حاجة هتحصل تدريجياً مع الزمن أنت بترمي لقدام أنت بترمي أنه بعد 20 سنة ناس كتير جداً أجيال جديدة طلعت تقول آه ده الزليج جزائري ويجيوا يقولوا للمغربة لا هذا مش مغربة أنا عارف أنه مش فرقة مع المغربة لو العالم كله قال له منه مش مغربي مش فرقة ولكن أنا بتكلم على أنا النهاردة مصري لو طلع جهات بدأت تروج لأنه مثلاً الأهرامات ليست مصرية هتلاقي أنه تدريجياً الأجيال اللي بعد كده بتقوحني وبتقولي لا مش مصرية وأبتدأ أنا أقول لا مصرية إزاي بتقول كده ونبتدي نخش في جدل على حاجة أساساً هي بتاعتي فهو بيرمي لكده هو عايز أنه يروج لده وأنه محدش يدافع ومحدش يتكلم ومحدش يظهر الحقيقة فبالتالي ينتشر ده مش اليومين دول بعد سنين هي دي الفكرة فهي دي عادة كوكب لالا ولكن بإذن الله إحنا مش هنسكت وزي ما قلت لكم أنا الأكاونت بتاعي على التيك توك مهدد أنه يتقفل ولكن إن شاء الله لو تقفل نستمر ونكمل للأمام إن شاء الله لنا الله في كوكب لالا كنت هنسألها في نهاية الفيديو بشكركم شكراً جزيلاً وتحياتي لكم جميعاً وأنا كنبغيكم بزاف حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب ولنا الله في كوكب لالا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة